اشتركوا في القناة الحمد للأهلي بدأ بداية موسم ولا أروعة في بداية الموسم كالسوبر الوصول لنهائي كاس مصر لنسخ القديمة والاستعداد والتحضير لمواجهة فيما هو قادم يعني من موعيد ثم التفوق والصدارة باكتساح وباقتدار في بطولة الدوري وبإذن الله تفصلنا أيام عن مشاركتنا التمنى في نسخة جديدة من كاس العالم الأندري لكن يبدو أن مباراة القمة ومات لها من أحداث هي بمثابة الزلزال وتوابع الزلزال وإحنا هنا طبعا يعني متفقين دايما أن إحنا بنحترم الجميع وفي مقدمتهم طبعا جماهير النادي الأهلي وشاشة النادي الأهلي اللي بتدخل بيوت ملايين من المصريين لكن ده ما يمنعش أن إحنا نقول وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الهدوء أن فيه كتير من الدروس المستفادة ليه بقول الكلام ده؟ لأنه كلام ده مش بس بينطبق على الرياضة كلام ده ينطبق على كل المجالات وينطبق على كل إنسان سواء كنت طالب في مدرسة أو جامعة سواء كنت عامل في مصنع سواء كنت موظف في شركة سواء كنت لاعب في نادي أو حتى لو كنت رئيس نادي اعرف تماما تماما أنه في أي مجال فيه منافسة وكل المجالات دي فيها نوع من أنواع المنافسة عمر ما تقرر أنه نتيجة ضعفك أو نتيجة قلة إمكانياتك أنه الطريق الحقيقي للوصول للنجاح هيكون عن طريق تشويه أو تعطيل أو محاولة إزاء الشخص اللي بي نفسك أو الكيان اللي بي نفسك واعرف تماما أنه دي طريقة أو وسيلة حتما ستقودك إلى الفشل بدل ما تحاول تفكر بالطريدي فكر إزاي تبص لنفسك في المراية فكر إزاي تحاول تطور من قدراتك فكر يا سيدي تقلد حاول تقلد الشخص أو النموذج أو الكيان الناجح يمكن في يوم الأيام توصل للي أنت عايزه لكن فيما يتعلق بالسفالة والانحطات وقلة الأدب عمرها ما كانت لغتنا عمرها ما كانت قصوبنا عمرنا في يوم الأيام ما هننحط لهذا المستوى لدينا كلام كتير في حلقة النهاردة عن مطش بكرة مطش في منتغى الأهمية وبأكد على حضراتكم قد يتصور البعض بعد تفوق الأهلي في مباراة الأخيرة وتقديم عروض في منتغى القوة واحدة على حساب سموحة والتأهل لنهاي كاس مصر واحدة على حساب الزمالك بسلسية موجعة ومؤلمة والانفراد بصدارة الدوري والبعد عن الزمالك المنافس التقليدي بتامى النقاط أن مباراة بكرة سهل بالعكس مباراة بكرة في غاية الصعوب صعوبتها بتيجي من حاجات أو من أسباب كتيرة جداً هنتكلم عليه النهاردة أوكليند سيتي مباراة لافتتاح ومفتاح إن شاء الله بإذن الله إنجاز جديد للأهلي في بطولة كاس العالم هيكون معادنا معاه في حلقة النهاردة فيديو كونفرنس من المدير الفني السابق لفريق أوكليند سيتي وبالمناسبة هو النسخة الوحيدة اللي حقق فيها فريق أوكليند إنجاز تحقيق ميداليا في البطولة كانت تحت قيادته هيكلمنا عن الفارق بين الجيل اللي قاده قبل كده والجيل الحالي لأوكليند سيتي وتوقعاته ورؤيته للبطولة بشرفنا النهاردة في حلقة السادسة نجمنة أشرف ممضوح هيكلم معنا على مطش بكرة مطش البنك الأهلي وتحضيرات الأهلي واستعداداته قايمة الغيابات قايمة المصابين مين ممكن يكون يعود لصفوف النادي الأهلي بكرة ومين ممكن يكون بيفضل الجهاز الفني إنه هو يريحه حتى يكتمل أو تكتمل جهازيته إن شاء الله عشان يكون موجود معنا في مشوارنا في كاس العالم قبل ما نبدأ الحلقة وندخل في التفاصيل اسمحوا أن نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقة طيب خلينا نبدأ حلقة النهاردة بالإطلاقنا على تمرينة الفريق اللي بدأت يمكن من دقائق بسيطة جدا يمكن فيه غيابات في مباراة بكرة بعض العناص الأساق قد تغييب يعني منهم طبعا علي معلول منهم منعم اللي بيحاول الجهاز الطبي والجهاز الفني إن هم يجهزون إن شاء الله عشان إن شاء الله يبقى موجود مع الفريق في بطولة كاس العالم هنستعيد جهود متولي مرة تانية خلينا نروح لنادي الأهلي ونطمن من زمينا محمد توفيق على أخبار تمرينة النهاردة ومين هي أو إيه هي أبرز الغيابات اللي هتكون موجودة بكرة ومين قد يعود لقائمة الفريق مرة تانية محمد مساء الخير وأهلا بك معنا مساء الخير زميل العزيز أحمد سمير تحياتي ليكم لكل مشاهده من تابعك وانت نادي الأهلي في كل مكان أهلا يا محمد نطمن منك على تمرينة الفريق اللي عرفت إنه يمكن لسه بدأت من دقائق قليلة وتكلمنا على اللمسات الأخيرة اللي بيحطها ميستر مارسل كولر على الفريق قبل إن شاء الله مواجهة البنك الأهلي بكرة في البداية أحمد أنا حابب تطمن وقتم من كل جمهور النادي الأهلي على النقطة اللي كنت تتكلم فيها ونقطة الغيابات يمكن علم علول بالفعل غاب عن مبارات الغد بإذن الله مام البنك الأهلي في إطار الجولة الخمستاشر من الدولة المصر الممتاز ولكن علم علول بطمنك وطمن كل جمهور النادي الأهلي إنه سليم تماما هو بس مجرد برنامج استشفائية حط الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي ليه طبعا متضغط المباريات ويمكن علم علول شارك بالنسبة 100% من كل مبارات اللي فاتت فحب الجهاز الفن بكرة ميستر مارسل كولر إنه رايحه قبل طبعا رحلة الأهلي إن شاء الله إلى المغرب وكأس العالم الأندية إن شاء الله تقريبا أن السفر يبقى الحد زي النهاردة يا أحمد فحب أنه يريحه قبل رحلة طويلة وبطولة مهمة جدا وبقى فضغط المباريات زي كأس العالم الأندية سنة الغيابات وهو ياسر إبراهيم اللي بيقد برنامجه لعلاج والاستشفائية بشكل أكثر من رؤى ولكن هيكون خارج قائمة المباراة غدا بإذن الله أما عائدين بقى أنت اتكلمت عن محمد عبد المنعم في البداية فحب أقولك أن محمد عبد المنعم بالفعل شارك فيه التدريبات الجماعية النهاردة لأول مرة منذ فاته طبعا لغيابه للإصابة ولكن موجود النهاردة فيه التدريبات الجماعية وجوده في قائمة المباراة من عدم وهذا طبعا قرار أصيل للجهاز الفن بكرة مستر مارسل كولر أما طبعا عدد كبير جدا من لعبين زي ما أنت قلت الحمد لله الفريس تعدهم يمكن بير ستاوب بياله أكثر من يوم بيشارك في التدريبات الجماعية من قبل مطشة زمالك كمان عمر السلاء من الأمس هو سافيو موجودين الحمد لله في التدريبات الجماعية وتحت أمر الجهاز الفني وكمان بالطبع محمود متولي اللي كان غياب للإيقاف موجود فيه التدريبات جميع اللاعبين باستثناء الغيابات اللي قلنا عليه أحمد موجودين الحمد لله بيقدوا بشكل أكثر من رؤى يمكن الفريق على طول بعد مباراة الزمالك ما كانش في روحها كان فيه تدريب أمس كان ظهرا يمكن الجهاز الفني كان حريص أن يعمل اجتماع على هامش المرامب وجود كابتن ساحيو حفيزك كلمه عن بعض الأمور المتعلقة بالفريق فني وكمان أهمية المباراة قبل بدء رحلة المغرب بإذن الله وكاس العالم للأندية النهاردة التدريب كان سبق ومحاضرة فنية بالفيديو ليه الجهاز الفني استمرت أكثر من نصف ساعة من بعدها على طول انتقلت التدريبات يمكن كابتن ساحيو حفيزكا ليه كلمة مع اللاعبين عن أهمية مباراة الغد خاصة أنها صلص نقاط مهمة جدا يا أحمد لا تقل عن أهمية عن مباراة الزمالك الأخيرة خاصة زي ما انتعاي في انشغال الجمهوري نفسها مشغولة برحلة الفريق كاس العامة عنديها في مبالك باللعبين اللي عندهم صفر بعد أسبوع على طول في بطولة كبيرة زي كده من بعدها على طول كان بعض التدريبات البدنية ومن ثم تدريبات الكرة يعني وانا بكلمك حالا دلوقتي الفريق بيقدى آخر فقرات التدريب وهو التأسيم اللي من بعدها ان شاء الله الجهاز يختار 22 لاب للدخول في معسكر مغلق الليلة بإذن الله بأحد الفنادق القريبة من السادق القاهرة ملعب مباراة الغد ان شاء الله بإذن الله تنطلق في السابعة مساء كل التوفيق للجهاز الفنية وأي عناصر يتم اختيارها تكون بإذن الله في حالتها الفنية والبدنية المعتادة وبإذن الله النادي الأهلي يقدم مباراة كبيرة وان شاء الله يختتم يعني زيما يقول يعني نقف بقى نحط خط كده على الدور ان شاء الله بعد مباراة الغد بإذن الله يا أحمد تكون بإذن الله بانتصار ووصول للنقطة 37 وبإذن الله بعد كان نفكر بإذن الله في المجد تاني ومشورة تاني بإذن الله عايز أسألك على اسمين الاسم الأول هو كهربا شارك في التمرين بشكل طبيعي بشكل عادي يعني والتمرينة كاملة وكريستو أخباره إيه ويمكن الجماهير يعني ما قطيحش لها الفرصة أنها تشوف محمد ضوي كريستو بشكل كبير يمكن خد جزء بسيط من مباراة سموحة صحيح ظهر فيهم بشكل كويس لكن من خلال متابعيتك كمان أنا عارف أنك بتتبع التمرين على طول التوفيق تقول لي كده أخبار كريستو إيه ومدى انسجامه مع اللاعبين ومستوى اللي بيقدمه حتى لو فيه على مستوى التدريب يعني بالطبيع كهربا موجود مبارح والنهارده موجود في التدريبات كان مع المجموعة طمعة الأساسية عمل بعض التدريبات الاستشفائية الخفيفة على همش المران أمس ولكن بخطفة قرارة المران كان موجود فيها وموجود النهارده في المران من أوله لنهايته كريستو طبعا عاز أطمنك عليه كريستو كان فيه اهتمام بالغ به من قبل الجهاز الفني قبل مبارات الزمالي كمان ولكن طبعا انت شفت السير المباراة يا أحمد طبعا التغييرات اللي عمين اللي هيتم الدفع بيهم ده طبعا بيحدده سير اللقاء لو كان سيناريو مختلف عن السيناريو اللي شفناك أننا هنشوف كريستو في التغييرات ولكن طبعا هو عظم مشاركته كان بس لسير المباراة أن الحمد للأكت الأمور ماشا كويس بعد تغيير الشريف أنت بقيت في الكاسباني 2-0 وبعد كده 3-0 فيمكن ما أخدش فرصة يمكن كمان الجهاز الفني لما أتكلم في المؤتمر الصحفي بعد مباراة سموحة في الكاس أتكلم عن أحمد نبيل كوك أنه ما أخدش فرصته أنا عافي أنه يعني فيه خيبة أعمل كبيرة عنده ولكن فرصته هو لسه لعب صغير وهيشارك معاه في اللي جاي فأعتقد ده كمان كان آخر تغييراته أمام الزمالك هو الدفع بأحمد نبيل كوكا خاصة أنه بيقدم بشكل أكثر من رعب التدريبات فكان دي زي مكافأة ليه من الجهاز الفني أتكلم عن السيناريو مختلف كنا هنشوف كريستو كريستو عاد أقول لك مندمج بشكل كبير جدا مع لعابة النادي الأهلي أي لعاب يخش يا أحمد منظومة النادي الأهلي بتحس أنه كان بقاله سنين في وسط اللعبين حالة من المسندة اللعاب الكبار وكمان بقيت لعاب الفريق فيها مسندة كبيرة جدا لكل الصفقات الجديدة كريستو أو كمان مروان عطية أو خير دعب فتاح يا ما تحسش أنه فيه لعاب جديد وقديم في الفريق الفريق كله نسيج واحد الحمد لله وده اللي بميز النادي الأهلي عن أي حد تاني أعتقد أن كريستو ممكن نشوفه لأول بعض الوقت بكرة اللي هم كمان ما بدأش بشكل أساسي وبإذن الله يكون دور مع الفريق فيه ما هو قد الممبارس سواء في المسابقات المحلية أو كمان بعد ذلك يا أحمد بإذن الله عندنا كاسة عام أندية ومن بعد عطول دورة أبطال أفريقيا والدوري إن شاء الله كل اللعبين الموجودين في قامة النادي الأهلي يكونوا موفقين وإن شاء الله دايما النادي الأهلي يبقى في المقدمة ويبقى دايما رقم واحد كما يكي أحمد فضل بشكرك شكرا جزيلا زمان العزيز محمد توفيق من داخل نادي الأهلي في الجزيرة دي كانت أخبار تمرينتو النهاردة الحمد لله طمنا على عودة أسماء كتيرة هتصنع الفريق بس لأنا عايز أقوله أن مبارات الزمالك أكدت على فكرة أنه كل نجوم النادي الأهلي هيكون ليهم دور أنت عندك موسم أنا بقول الموسم لسه مبتداش يعني الموسم والجد والصعب لسه مجاش كل اللي فات ده حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص أنك أنت تكلم عن البطولة الأصعب البطولة الأصعب في الموسم اللي هي هتبتدي كمان أسبوع بالزبط كس العالم لأن دا والجميع عنده حلم أنه يلعب ويوصل على الأقل إن شاء الله لمواجهة ريال مدريد وأنا هكون طمع شوية أقول ولي لا يعني أنا شايف أنه نسخة ريال مدريد اللي موجودة في البطولة دي أقل كتير من نسخة باي ميونيخ اللي إحنا لعبناها في البطولة البطولة الأولانية اللي خدنا فيها البرونزية من ثلاث سنين الريال مش هو الريال فيه أو خلييني أقول إنه الريال مش مش في أحسن حالاته يعني لكن يبقى ريال مدريد طبع طبعا يبقى ريال مدريد والأسماء اللي فيه طبعا على أعلى مستوى وهتبقى مبوراء شبه مستحيلة لكن ما فيش يعني ما فيش حاجة مستحيلة بشكل كامل كل شيء ورد في كرة القدر لكن طموحنا وطموحه وأعتقد أنه كل جمهين دي الأهلي كلها بدون استثناء طموحها المشروع والطبيعي إن احنا بس نوصل لمواجهة الريال وساعتها يبقى لها قصة تانية خلييني أقول بس إنه ماتش الزمالك واحدة من أهم ماتشات الموسم شفنا كل الحسابات اطلق بطت والعيبة اللي شاركت يمكن لو اتكلمنا في بداية الموسم كان وارد جدا يكون فرصتهم قليلة جدا ورغم كده كل واحد هيكون له دور مفيش شك والرهان على كريستو وعلى سبيو مازال قائم وإن شاء الله بإذن الله اللي اتنين دول يحدثوا الفارق مع اندماجهم بشكل أكبر ومع انسجامهم مع زميلهم ومع وصولهم لفورمة وحالة بدنية طيبة إن شاء الله بإذن الله طيب خليني أبدأ بالنادي الأهلي بقى النهاردة النادي الأهلي أو دارة النادي الأهلي يعني تقدمت بتلت شكاوى واحدة لاتحاد الكورة وواحدة لربطة الأندية وواحدة لجنة الانضباط ضد رئيس نادي الزمالك لقيامه طبعا علنا جهارا نهارا بسب وشات محمود عبد المنعم كهرباء زي ما قلت لحضراتكم تلت شكاوى تقدموا اتحاد الكورة وربطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط ضد رئيس نادي الزمالك لأنه من خلال طبعا وسائل إعلام مختلفة والناس كلها ومصر كلها تابعت وقناة نادي الزمالك الرسمية قام بسب وشات محمود عبد المنعم كهرباء بألفاظ يعاقب عليها القانون وتجاوز مش بس في حق كهرباء لكن كمان في حق والدي وقام بالتحقير من اللاعب والتنمر عليه وصفه بوصف الحقيقة شتم إرد بقى كلب صعلوق وابن كذا وابن كذا وابن كذا وتجاوزات الحقيقة تاخدش الحقيقة وكمان الحقيقة كمان تطول رئيس نادي الزمالك وقام بالاستهزاء وتطول على النادي الأهلي وعلى مجلس إدارته وزي ما حالتكم شايفين ده طبعا الأمر زي بقى النادي الأهلي ما بيقوله هو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي الكرة القدم بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجمهير الكروية وطالب النادي في شكوى بتطبيق اللواح بوصف رئيس نادي الزمالك الزمالك ممثلا لنادي أحد عناصر اللعبة وقدم الأهلي حفظة مستندات بتضم سيديهات أو سطوانات مدمجة بتحتوي طبعا على وقعة التجاوز والسب والقطف والشتم اللي قام بيها رئيس نادي الزمالك في حق اللعب محمود كهربا والتحقير منه وده طبعا بالإضافة لسأته للنادي الأهلي وللمسؤولين فيه أنا عشان جمهور النادي الأهلي ما يزعلش مننا في أوقات كتيرة جدا وإحنا اللي نعرفه كتير وإحنا اللي نعرفه كتير ولو ترك لينا ربع المساحة ربع المساحة اللي بيتكلموا فيها في قناة أخرى عن النادي الأهلي لو فتح لنا الباب بس في ربع المساحة إحنا هنقول فضايا وهنفضح الدنيا كلها إحنا عندنا كتير وكتير وكتير بس هو الاهل الحقيقة إدارة النادي الأهلي المحترمة وإدارة قناة النادي الأهلي المحترمة دايما مبدأها واضح لا علاقة لنا بالمنافسين لكن الحقيقة حقيقة أنه إحنا عندنا الكثير والكثير عن الجميع مش بتكلم عن حد أو عن نادي بعينه أنا بتكلم عن الجميع لكن عمره مكان منهجنا وعمره مكان السبع مننا طب منكم معالى كريم فؤاد كريم فؤاد عمل النهاردة هو سلمبارح النمسا النهاردة عمل الحمد لله بنجاح عملية الروباط الصليبي وطبعا يعني معاه طبعا أخصاء العلاج الطبيعي في النمسا بيتابع حالته طبعا دكتور محمد وفاقي عشان طبعا يستعد بعد كده لمرحلة التأهيل في نفس الوقت أكرم توفيق طبعا تمت جراحة الروباط الصليبي بنجاح وخليني بس أأكد على معلومة أنه الروباط الصليبي اللي أصيب بيه أكرم مش في نفس الرجل اللي أصيب بيها بروباط الصليبي مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا هي الرجل الثانية هو حظه كده قدر الله مشاءة فعل لكنه سافر لقطر توجه لقطر عشان يعمل عملية التأهيل وهناك معاه طبعا مصطفى شوبير اللي بيعمل عملية برضو التأهيل بعد جراحة نكحة يعني تم التعامل فيها مع قطعوك ضروف الرجبة اللي أصيب بيه مصطفى شوبير وكان عمل العملية برضو في النمسا وتوجه لقطر وبالتالي أكرم إن شاء الله هيكون موجود في الفترة اللي جاي عشان يبدأ عملية أو برنامج التأهيل مصر النهاردة عندها مباراة مهمة جدا في بطولة العالم من كورة اليد تسعة ونص إن شاء الله بتوقيت القاهرة أبطالنا ونجومنا نجوم لعبة كورة اليد اللعبة اللي مشرفانة ورفع عالم مصر عالي إحساسك بإنك بتملك فريق بطل إحساسك بإنك أنت بتملك نجوم على أعلى مستوى إحساسك بقدرتك على المنافسة والوصول لآخر محطة يعني مفيش حد في مصر النهاردة ما عندوش إيمان أو يقيني أن منتخبنا ده ممكن جدا يكون بطل عالم حتى لو ما حققهاش لكن إحساسك أنك عندك منتخب قوي نهاردة هنلعب في مواجهة الدنمارك مباراة مش سهل على الإطلاق الدلمك فريق محترم مباراة تقدر تقول إنها على صدارة البطولة والصدارة مهمة بالنسبة لنا جدا ليه؟ عشان نتفادى إن إحنا نواجه السويد اللي غالبا هتكون أول المجموعة تانية وبالتالي يبقى فرصنا السويد كمان مش بس منتخب قوي لكنه كمان صاحب الأرض وبالتالي فوزنا النهاردة أو حتى التعادل على أقل تقدير يمنحنا صدارة المجموعة ونتفادى صحيحا قابل منتخب قوي برضو يمكن يكون المجر لكن في النهاية أعتقد هتكون خطوة في المشوار أسهل بشوية من مواجهة السويد كل التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله لكورة اليد في ماتشو النهاردة أمام الدنمارك فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة النسخة الجديدة اللي هتبدأ من كاس العالم الأندية واللي إحنا يعني بيفصدنا عنها أيام هتبدأ وهتنطلق بلقاء بين الناديين الأكثر مشاركة في بطولة كاس عامل الأندية في الصدارة أوكلان سيتي أعتقد بعشر مشاركات يليه الأهل المصري بتمن مشاركات وبالتالي الفرقتين عندهم تاريخ وعندهم خبرة كبيرة جدا في البطولة هيكون معنا دلوقتي الإسباني رامون تريبولي المدير الفني السابق لفريق أوكلان سيتي وخليني أفكركم أنه نسخة 2014 رامون تريبولي كان بيقود أوكلان سيتي في بطولة أو في واحدة من نسخ بطولة كاس عامل الأندية وإدري يحقق معهم إنجاز تحقيق الميدالية البرونزية بداية طبعا نرحب بي على شاشة الأهلي شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا وأهلا وسهلا بك في السادسة شكرا جزيلا أهلا وسهلا بالعربية نعم من بالغ سروري أن أتواجد معكم على قناة النادي الأهلي النادي الأهلي العظيم الأهلي أكثر أكثر الأندية شهرة في أفريقيا هو الأعظم في أفريقيا الأهلي مشهور كثيرا بجوداته الفنية والفوز كثيرا ببطولات أفريقيا وقد قابل أوكلاند من قبل من اللطيف أن أتواجد معكم وأنا أرى نفسي على هذه الشاشة أنا سعيد كثيرا بتواجدي هنا وإحنا سعداء بوجودك معنا خليني قبل ما أتكلم على بطولة كاس العالم يعني يبدو وكأن كثير من الأمور المشتركة بين الأهلي وبين أوكلاند سيتي من الأهلي يمكن مسيطر على البطولات في قارة أفريقيا وخصوصا في السنوات الأخيرة وهو أكثر أنديت القارة الأفريقية مشاركة في كاس العالم كما هو الحال بالضبط بالنسبة لأوكلاند سيتي بما أنه شارك في كاس عام لديه مدة 10 نسخ متتالية أو 10 نسخ يعني عموما على مدار تاريخ البطولة وبالتالي عايزة أكلمك شوية عن طبيعة سيطارة أوكلاند سيتي على بطولة أو بطولات الأوكيانوسيا وكيفية الوضع وهل البطولات هناك بنفس مستوى القوة اللي بنشوفه مثلا على مستوى قارة أسيا أو مستوى قارة أفريقيا ولا الأمور تبدو مختلفة حسنا في قارة الأوكيانوسيا المنافسة تكون أصغر الفرق هناك أقل من أفريقيا وأسيا في أفريقيا يوجد منافسة كبيرة فرق كبيرة وتتحلى بقودة عالية وقد قابلت العديد من الفرق الأفريقية في كاس العالم لديك فرق من المغرب وجنوب أفريقيا ومصر فرق قوية جدا في أفريقيا والأمر يختلف تماما بين أفريقيا وأوكيانوسيا ربما الفرق الأفريقية مراجحة دائما للفوز ولأنك تقابل فرق أقوى عكس أوكلند أوكلند سيتي دائما يكون قريبا من الفوز بالبطولة القرية ولكن لا تكون مشاركة فعالة في كاس العالم ولكن يظل الأمر أن مشاركة القرات الأخرى تكون أقوى من أفريقيا في كاس العالم الفريق يتحسن بالفعل والبطولة تتحسن ولكن تظل أقل تنافسها من القرات الأخرى لا أحد يعرف ماذا سيحدث ولكني أستان أقول نعم أفريقيا أصعب أفريقيا أقوى ولكني أقول أن أوكيانوسيا تتحسن وتزداد قوة أنت رجحت الحقيق مع في قناة الفريق لتحقيق الإنجاز الأهم والأفضل لي على مستوى مشاركته في البطولة أعتقد أن نسخة 2014 شهدت تحقيق فريق أوكلند سيتي للميداليا البرونزية هل تعتقد أن الجيل الحالي قادر على تحقيق نفس الإنجاز وإيه الاختلاف أو الفوارئ الموجودة بين الجيل اللي حقى البرونزية والجيل اللي هازر في نسخة المغرب 2023 من الصعب أن أقول أن الفريق ستطيع أن يكررها مرة أخرى يظل الأمر صعبا دائما ويظل الأمر معتمدا على أول لقاء للفريق في البطولة هو الذي سيحدد كيف ستسير في هذه البطولة تلعب مباراة 11 لعب ضد 11 الأمر يكون صعبا الأمر يختلف تماما عما كان في 2014 لعبنا مبارتين بوقتين إضافيين الأمر كان صعبا والأمر يختلف تماما عما هو عليه الآن يجب علينا أن نركز يجب علينا أن نحدد أهدافنا والأمر يزداد صعوبا شيئا فشيئا وخصوصا إذا أردت أن تنافس فرق كالأهلي فريق يعرف ماذا يريده تحديدا فالمنافسة في كأس العالم تكون صعبة أعتقد أن أي شيء من الممكن أن يحدث إذا نظرنا في كأس العالم عما في النسخ الماضية رأينا أن كأس العالم الماضي السعودية والإيران والمغرب باستطاع أن يصنعوا المفاجآت ولكن الأمر لم يحدث كثيرا في الماضي ولكن حدث الآن في هذا العام ولما لا أن نفوز على فريق مثل الأهلي وأن نستمر وأن نصل إلى النهائي حتى أي شيء يمكن أن يحدث لا أستطيع أن أقول أن هناك اختلافات كبيرة الفريق الآن مليء باللعبين الجدد لديهم استخدامات جيدة أستطيع أن أقول أن الفريق الآن يختلف قليلا ولكن الفريق في 2014 كان أكثر توازنا كان لدينا مهارات لعبين ذوي مهارة كبيرة من أوروبا وكانوا في أعلى مستويات لهم وكان قائد الفريق فسليتش كان كبيرا في السن ولكن كان قائدا جيدا وستطاعا لذلك هذا الفريق كان أكثر تنظيما وأكثر تركيزا ولكن هذا الفريق الحالي لديهم لعبين ذوي خبرة لديهم إيمليانو تادي هو الآن على قيادة الفريق لديهم إيغواتا لديهم لعبين جيدين لديهم لعبين بالفعل قد شاركوا في مطلات كبيرة من قبل ولكن يظل الأمر يضع كثير من علامات الاستفهام ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء اللاعبون في هذه النسخة وخصوصا تحت قيادة المدير الفاني الإسباني يجب عليهم أن يتفهموا طبيعة المباريات كما تعرف الفريق فريق جيد يستطيع أن يفعلوا أشياء مختلفة ولكن يظل المباراة صعبة وأعتقد أنهم سيظهروا أفضل ما لديهم في أول مباراة ولكن أتمنى أن يجب عليهم على مستوى التحضير أو على مستوى الاستعداد للبطولة هل في استعدادات خاصة من أوكليند سيتي إزاي بيحضر الفريق هل بيكتفي بأنه يخد المواجهات على المستوى المحلي وهل هيكون فيه مواجهات ودية تحضيرية للبطولة هل فيه على مستوى الصفقات هل فيه تعاقدات جديدة هتظهر مع الفريق مع مشاركته في بطولة كاس العالم أو لا انظر إذا أنا الآن لست مع الفريق لست قريبا كفاية من الفريق أنا حاليا أعيش في برشلونا ولكني أتابع الفريق وأتابع الفريق ولكني في معسكر فريقي الآن الأمر اللعبوا ضد جون بوك موتورز من كوريا وأعتقد أنهم سيلعبوا ضد فريق برشلونا يوم الأربعاء مباراة ودية فريق من مدينة برشلونا أعتقد أن الأمر يستعدون جيدا ويجهزون فريقا جيدا للمباراة أعتقد أنهم مستعدون للمباراة ضد الأهلي وأعتقد أنهم واثقون جدا مما لديهم أستطيع أن أقول أن أوكلاند جاهز ومستعد لأن البطولة انتهت في نوفمبر في نيوزيلندا فأعتقد أنهم جاهزون الآن لديهم الحماس الكامل ولديهم استعداد كامل فقد أنه البطولة المحلية من ثلاثة أو أربع أسبوع وخصوصا أن الأهلي الآن في بطولة محلية وقد فز على غريم التقليدي الزمالك كانت مباراة رائعة بالمناسبة وأعتقد أن اللعبين يجب عليهم أن يركزوا لمثل هذه المباراة ربما أوكلاند في الشوط الثاني ربما يواجه بعض المشاكل أمام الأهلي ولكن كما قلت سابقا أي شيء يمكن أن يحدث وأتمنى مزيد الحظ للفريقين أنت شفت الواضح أنك تبعت المباراة الأهلي والزمالك الأخيرة يهمني أسمع رأيك مش عايز أقول تقييم لكن رأيك مبدئيا في المستوى الزهر عليه النادي الأهلي رأيك في قيادة طبعا مدير فني جديد بيقود للنادي الأهلي في الموسم الحالي هو طبعا السويسري مارسل كولر ومين من لعبت الأهلي ممكن يكونوا لفتوا ناظرك نعم أنا تابعت بعض الدقائق نعم من هذه المباراة كانت مباراة قوية وأنت فوز على الزمالك هو واحد من أقوى الفرق في مصر بعد النادي الأهلي أعتقد أنه كانت نتيجة جيدة نتيجة رائعة أن تفوز بثلاثية نظيفة كانت قيادة رائعة لمارسل كولر المدرب الذي لديه خبرة كبيرة مع العديد من الفرق أنا لاحظت أريو ديانج اللعب المالي لعب قوي لعب متكامل وأيضا محمد الشناوي مدير الحارس مارمال منتخب المصري كذلك لديه شخصية كبيرة في قيادة الفريق نعم الفريق جيد الفرق المصرية ككل فرق تتحلى بالمواهب الكبيرة والتكامل أحيانا وخصوصا في المباريات الإفريقية حينما أشاهدهم ولكن الأهلي هو واحد من أقوى الفرق الأفريقية التي رأيتها يتحلى بالقوة وخصوصا في مباراة ضد أوكلاند أتوقع أن خبرة المدير الفني السويسري ستكون حاضرة الفريق منظم جدا بالنسبة لي هو فريق قوي جدا وسيكون تحدي كبير أمام أوكلاند في أول مباراة خليني أسألك كمان جمالا على البطولة يعني يمكن ده ربطا حتى بالكلام اللي أنت قلته من شوية على مستويات المنتخبات التي تبدو اسما صغيرة لكن مرضودها كان أكتر من رائع في نسخة كاس العالم الأخيرة زي المغرب والسعودية واليابان والكاميرون وكوريا وغيرهم وطونس صبعا مش عايز أنسى حد والسعودية طبعا بإنجازها وفوزها على الأرجنتين هل ده ممكن يغير من شكل منافس على البطولة؟ هل ممكن نشوف طرف من الهلال والوداد أو الأهلي وسياتل ساوندرز وأوكلاند سيتي في نهاية البطولة ولا تتوقع نهاء كلاسيكي ما بين ممثل أوروبا ريال مدريد وممثل أمريكا الجنوبية فلامينجو البرازيلي؟ نعم من المنطقي أن نرى أن النهائي بين فلامينجو وريال مدريد ولكن أعتقد أن الفرق الأوروبية اعتادت على الوصول للنهائي وكذلك الفرق الجنوب الأمريكية ولكن رأينا أيضا من قبل مازينبي ورأينا الرجاء فأعتقد أن أي شيء يمكن أن يحدث الأمر الوحيد الذي يجب عليها أن نتابعه هو المباريات اللاعبين يجب عليهم الفرق الأخرى يجب عليها أن تلعب مباراتين أكثر من الفرق الأخرى من فرق أوروبا وفرق أمريكا الجنوبية ويجب عليها أن تصعد للنهائي فهذا أمرا صعبا عليه وأعتقد أن الفرصة الثانية حال الفرق الأوروبية والفرق الأمريكية الجنوبية هم أكثر جاهزية وأكثر استعدادا للوصول للمباراة النهائية ولكن مرة ثانية أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم وكأس العالم مثل كأس العالم في قطر قد أحضر لنا الكثير من المفاجآت كما فازت السعودية على الأرجنتين ولكن يمكن أن نرى أي شيء في هذه النسخة ربما الأهل يخوز من المطولة يمكن أن يصعد للنهائي ويمكن أن يحرز المركز الثالث مرة أخرى لا أحد يعرف أي شيء يمكن أن يحدث وكل شيء ممكن في كرة القدم أنا متأكد أننا سنرى أننا سنرى فريقا صغيرا وسيكون طرفا في النهائي لو وصلنا للمباراة النهائية أعدك أننا نعمل معك في نفس يوم المباراة اللقاء من خلال الفيديو كونفرس مرة تانية رامون تريبولي طبعا موديل فاني الأسباني السابق لأوكلن سيتي بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وكل التوفيق إن شاء الله لنجمنا والفرقتنا في البطولة المفضلة للجماهي اللقاء بقت مفضلة خلاص تعودنا دايما على الأهلي في كاس العالم دايما مع الكبار لأنه حقيقي فريق كبير خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا بسلسية مع الرقفة كانت نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة الحقيقة اللي مش بس شاهدت انفراد الأهلي بصدارة البطولة وتوسيع الفارق مع الغريم التقليدي الزمالك لتمن نقاط لكن شايف إنها من حيث التوقيت قبل البطولة مهمة زي كاس العالم ومن حيث حقيقة مكاسب تانية كتيرة مرتبطة بتقلق عدد كبير من اللاعبين سواء اللي بيظهروا لأول مرة أو اللي استعادوا استقاطهم ومستواهم وظهروا بشكل كبير وأهم واحد من مكاسب دي إنه الصداع اللي كان مرتبط بالصفقات والتدائمات اختفى انتهى ونتمنى إن شاء الله أنه القادم يبقى أفضل بالنسبة للأهلي عن المكاسب هنتكلم وعن مباراة بكرة طبعا مع البنك الأهلي هنتكلم باستفادة وبتفصيل مع نجمنا النهاردة كابتن أشرف ممضوح بس أخيري كابتن أشرف بس أخير يا أحمد وتعرف أنها دايما بسعيد معاك وأنا جدا وجودك الحقيقة دايما بتشرف ربنا يخليك ده الشرف ليه والحقيقة يعني أوقات سعيدة أنا لسه بقولك وأنا داخلها جدا جدا أوقات سعيدة وجميلة بنعيشها وجمهور الناد الأهلي بعيشها هو مصدر فرحة أشرف طبعا هو مصدر فرحة لمصر كلها الحقيقة يعني أنا عايز أقول بس أنه حتى الفترات السيئة اللي عشناها قبل المباراتين ثلاثة الأخرانين دول اللي كنا قلقانين فيهم على الناد الأهلي هكونا متصدرين لو فاكر متصدرين دولي وماشيين بشكل جيد واخدين بطولة السوبر وواصلين ماشي كويس في الكاس ماشي كويس في بطولة أفريقيا بتستعد الكاس العامل الأندية قبل حتى الثلاث مبارات الأخرانين اللي احنا يعني انتعاشنا فيهم بفوز وأداء ونتائج مميزة ولكن كلنا كنا خايفين ومتوترين من الأداء الحمد لله الناد الأهلي يعني دايما مفرحنا أداء ولا أروع نتائج مميزة جدا جدا تطمننا بشكل كبير جدا وطمن جمهور الناد الأهلي العريض في كل مكان على إن شاء الله كاس العامل الأندية بإذن الله نقدي بشكل رائع جدا ونوصل فيه الأفضل مما وصلنا له قبل كده إن شاء الله هي الحالة اللي أنت بتكلم فيها دي ممكن أتكلم معك فيها كتير بصراحة لأنه بحيث أنه الجيل الجديد من جماهير نادي الأهلي انت عارف اللي تفرج على الأهلي أو اللي تولد مثلا من 20 سنة ما شافش الأهلي غير على منصات تتويج ما شافش الأهلي غير بيكتسح ما شافش أي نوع من أنواع المنافسة على مستوى قارة أفريقيا ولا على مستوى مصر بل أنه الجمهور يطمح في أن يكسب باير ميونيخ ويكسب داس المدريد وده الحقيقة يعني زي ما هو حاجة كويسة هو كمان فوقت من الأهلي ممكن يبقى مشكلة بقارن مثلا طب جماهير برشتونة تعمل إيه اللي بقى لها طب جماهير اليونيت تعمل إيه اللي بقى لها فهم حصلي فبتبقى فوقت من الأهليات مشكلة لكن غير التلات نقطة وغير مكسب الزمالك شاف إيه هم مكسب الأهلي من اللقاء هذا حياة كثيرة جدا يعني مكسب منافس تقليدي نادي زمالك نادي كبير وبالتالي أنت يعني بتضعف أماله بشكل كبير جدا جدا وتبعده عن المنافسة صحيح في فرق منافسة تانية فيوتشر وبيرامدز ولكن زمالك يبقى منافس تقليدي لنادي الأهلي وبالتالي أنت أبعدته بشكل كبير جدا جدا زيت من همومه ومشاكله والحقيقة يعني بعد مباراة نادي الأهلي أعتقد نادي زمالك يعني غير قشوية في مشاكل أكبر من ما قبل المباراة الحاجة الأهم المشاكل دي ما سببهاش الأهلي المشاكل دي أسبابها كتير قوي أخرها النادي الأهلي ولكن المكسب 23 أساساً محاقش فوز خلينا نقف عن الجزئة دي وهارجع نكمل معك تسمح لي نروح لفاصل ونرجع نكمل مع نجمينا النهاردة كابتن أشرف ممدوح عن أبقالية التوقيت والمقدمات والظروف والملابسات اللي حق فيها النادي الأهلي الفوز كنت أتكلم مع ضفنا ونجمينا النهاردة كابتن أشرف ممدوح السادسة قلت لي ابتعاد بالصدارة قلت لي تصدير المشاكل للزمالك اللي هي موجودة أنا قلت الحق الأهلي مالوش علاقة بمشاكل للزمالك الزمالك حياة بيعاني وقال بكلم جوه الملعب ويمكن بره الملعب كمير بس يعني الزمالك يترنح من بداية 20-23 ولم يستطع تحقيق أي فوز في أي مبارة تصدرك يعني أنت من فترة طويلة ومتصدر الدوري ابتعدك بالنقاط عن أقرب المتصدرين أو المنافسين ليك دائماً بتصدر مشاكل لكل الفرق التانية اللي بتحاول تنافس وتوصل المغاولين دلوقتي يدخل في الصورة صحيح النقطة التانية المهمة عودت بعض اللاعبين اللي كانوا بعيد جداً عن الصورة واللي تقلقوا بشكل مميز جداً مش في برات الزمالك بس ومش نتكلم عن كهرباء فقط وهتكلم عن كهرباء لأن لأن كهرباء يستحق أنك تشت به ولكن قبل ما تكلم عن كهرباء أنا لازم أتكلم عن مجموعة اللاعبين أحمد اللي قلنا وأنا وإنت هنا تحديداً نتكلمنا في النقطة كتير جداً أن جمهور الناد الأهلي لازم يقفوا ظهرهم لأنهم يستحقوا ده كانت فترة صعبة اللي مرنا بيها في الفترات اللي فاتت في ظلة عدولات في 3-4 مباريات نتيجة ضغط المباريات شوية ولكن قلنا أن نوعية اللاعبين دي والسمات الشخصية عندهم تقدر من غرفة خلع الملابس أو غرفة تغيير الملابس نقدر نرجع تاني للنتاج الجيدة دي مع طبعاً الجهاز الفني لعب النادي الأهلي دايماً دايماً في كل المشاهد اللي شفناها على مدار تاريخ النادي الأهلي هم اللي دايماً بيصنعوا الفرق لما بتبقى فيه تكاتف وفيه الروح بتاع النادي الأهلي أو روح فنانة النادي الأهلي بنتكلم عنها دايماً بترجع مرة تانية لا بتقدر تقف بتقدر ترجع بسهولة جداً من غير ما تعاني مجرد أنك تركز مجرد أنك تشعر النادي الأهلي في خطر مجرد أنك تحس أن البطولة بتبعد عنك مجرد أنك تحس أن جمهورك غاضب أو زعلان شوية رغم أنك متصدر ورغم أنك ماشي بشكل جيد لا غرفة خلع الملابس النادي الأهلي هي اللي بتفرق دايماً دايماً أكلمهم دور كبير جداً جداً في أنهم نرجع أو نرجع بالأداء والمستوى والنتائج دي مرة تانية مع طبعاً المنظومة المحترمة اللي نتكلم عنها من مجلس إدارة ودعم كبير جداً جداً من جهاز فني مثل الكورة اللي كابت سامي قمصان وكل الجهاز الفني اللي كابت سدعب حفيز بالتأكيد مع الدعم الأول والأخير اللي دايماً بتكلم عنه واللي دايماً بقول أنه هو صاحب كل إنجازات النادي الأهلي الطبيعية اللي بنتكلم عنها في ظل دعمه الدائم وبدون بدون نقاص في ده وبدون جدال في ده هو جمهور النادي الأهلي اللي دايماً واقف في ظهر النادي الأهلي معاك أنه فيه كتير من اللعيبة وخصوصاً أنه لما نبص على سكوادر الأهلي اللي لعب مطش الزمالك هتلاقي أنه مختلف بنسبة 90% تقريباً عن سكوادر اللي بدأ بيل أهلي الموسى أنت لو تكلمت عن فرقة كاملة يعني تكلم عن 11 لعب مثلاً أو 12 لعب بعيد تماماً عن المجهد وبالتالي أنت الحمد لله بقى عندك فرقتين وده اللي بنتكلم عنه دايماً في النادي الأهلي أنه لازم يكون عندك سكواد كبير لأنك بتلعب في 4-5 بطولات ومش مطالب منك أنك تشارك بس لا أنت مطالب دايماً أنك تنفس على البطولة كهرباء أنا سعيد جداً بأداءه لسبب لا خليني أنا لازم أكلم عن كهرباء لأنه يستحق تحديداً لتنين مع بعض أعزي أسمع رأيك فيه وإنت مهاجم ويمكن كهرباء والشريف والله الاتنين دول جاي من بعيد الاتنين دول غير يعني هاني جه وتقلق وتوهج وتعمل الحقيقة على مدار أكتر من مباراة ولو فكر إحنا قلنا ده برضو أنه هاني رجع وهاني ابتدأ يستعدي بشكل جيد جداً طبعاً زي ما الناس انتخاضته زي الناس ما كانتش راضي عن مستوى هاني أعتقد هاني رض في الملعب ولازل نتكلم عن رامي كمان لأن رامي لما بيتحط في المواقف دي دايماً بيبقى متطفق بس أنا بس يعني هقولك حاجة هاني أنا كنت متوقع وتقلقه بالنسبة لي في المباراة ما كانش مفجأة رامي أنا راهن عليه في أي وقت لكن الاتنين اللي جايين من بعيد واللي يتدع تقوله هم أكتر اتنين فجأوا الجماهير هما كهرباء وشريف كهرباء بقاله فترة طويلة جداً بعيد فإنه يرجع وتقلق فهم مباراتين متتالياتين واحدة قدام سموح واحدة قدام الزمالك شريف وأنا مدرك تماماً لحجم الضغوطات وانت يمكن أكتر مني إدراكك حجم الضغوط اللي على شريف بقاله فترة طويلة جداً فإنه يظهر كبديل في وقت قلال جداً فيظهر بالشكل ده ويحط هدفين ولا أرواع على هدف الثالث للأهلي الثاني لشريف شايفه هدف مميز جداً يعني عظيم حيقولي أن شريف مركز بشكل كبير وأنه جاهز يعني جاهز بشكل كبير جداً جداً للمباراة دي عايز أقولك أن الضغوط دي ممكن تنهي حياة يعني تنهي حياة لعب في الملعب يعني نكلم على طبعاً على الملعب يعني العودة دي للشريف والكهرباء معناها أنه فيه مجهود بوزل في الفترة اللي فاتت كبير جداً 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 من اللاعب نفسه من اللاعب نسح أقولك لأنها لأنه لازم كرة القدم مستحيل تتكلم عن اللاعب لوحده مستحيل أو تتكلم عن النادي لوحده لازم في كل كل المنظومة تبقى مكتملة احنا نكلمنا دايماً بنقولي أن كرة القدم هي منظومة تيرس لازم يبقى التروس كلها متكاملة كلها بتشتغل عشان تقدر تطلع في النهاية بنتيجة وأداء بالتالي كهرباء وشريف اشتغلوا عن نفسهم الفترة اللي فاتت بشكل كبير جداً خاصة كهرباء لأنه بعيد جداً 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 يا أحمد ودي كانت مسببة بالإضافة طبعاً أنه كان فيه حمل كبير جداً أنه النادي لأهلي يعني في الفترة كل الناس بتقول كهرباء بعيد كهرباء مش هينفع يبقى متواجد كهرباء فيه مشاكل كتيرة جداً كهرباء فيه مبالغ كبيرة جداً عليه ومشاكل كتير بالنادي لأهلي يتحمل في ظل أن الجمهور بيراهن على كهرباء كل الفترة اللي فاتت دي عايز أقول أنه ده بيسبب ضغوط كبيرة جداً عليه على اللاعب وبالتالي عودته بالشكل ده ده معناه أنه عام شخصية يستحق أن يتواجد في النادي لأهلي ودي الشخصات اللي دائما بنتكلم عنها أنه ما ينفعش أي لعب يتحمل كم هذه الضغوط ويظهر بهذا الشكل وهذا الأداء بعد كل هذه الضغوط وكل هذه الفترة طيب بيشتغل على نفسه بيشتغل على نفسه طبعاً بشكل كبير جداً فنان وبدنياً داخل الملعب وده بالإضافة بقى لنقاط مهمة جداً وهي دعم الجمهور والجهاز الفني ومجلس الإدارة لأنه أنت مستحيل تكون ترجع بهذا الشكل وهذه الشخصية وهذا الأداء إلى ما يكون وراك كل هذه الأطراف اللي منتكلم عنها الجهاز الفني عنده سخة كاملة فيه بيمرنه بشكل رائع جداً جداً نفسياً بقى عشان يقدر يرجع وعايز أشيد بدور كابتن سيد عبد الحفيز لأن قد إيه سيد عبد الحفيز اشتغل مع كهربا فترات اللي فاتت نفسياً ومعنوياً عشان يديرجعه بهذا الشكل مع الجهاز الفني طبعاً ميستر كورو وكابتن سامر أمصان ناحيته في الفترة اللي فاتت لا عايز أقول إن المنظومة كلها في النادي الأهلي من مجلس إدارة وجهاز فني ولعبين كمان دعموا بشكل كبير جداً وجمهور اشتغلوا مع كهربا الفترة فاتت عشان يقدر يرجع بهذا المستوى وهو كان على قد المسئولية وأتمنى أن يفضل بهذا الشكل أو يبقى بهذا الشكل لأنه حاسس قدين الناس دي اشتغلت عشانه وتعبت علشانه ولسه كمان هيدعموه بشكل كبير جداً الفترة الجاية شريف اه الضغوط كبيرة جداً للفترة فاتت من السوشيل ميديا ومن جمهور النادي الأهلي المطالبة الدائمة بأنه يبقى فيه رؤوس حربة في النادي الأهلي وأنه الرؤوس الحربة في النادي الأهلي الفترة دي مش قادرين يؤدوا الدور المطلوب ومش قادرين يبقوا همة الأساسيين في قام النادي الأهلي ويساعدوا فريق نادل أهلي في الفوس بالمباريات بتسبب ضغوط غير طبعية تحمل شريف وشادي وكهرباء وكل رؤوس الحربة في النادي العالي الموجودين في الفترة دي كم هذه الضغوط من جماهيرهم ومن السوشيال ميديا لأ برضو بتبين قد يهما عندهم الشخصية اللي يستحقوا بيها أنهم يتواجدوا في النادي العالي محتاجة تركيز كبير جدا جدا طبعا محتاجة انضباط ومحتاجة التزام ومحتاجة أنه يقدر ضبط نفسه طبعا محتاجة أنه يرجع بشكل كبير ويشتغل عن نفسه داخل الملعب لحياة كان لازم نشيد بيهم لأنهم يستحقوا ده وأتمنى استمرار الاستمرار في ده لأن احنا محتاجينهم جدا الفترة اللي جاية محتاجين الحتة دي انت ما شعرناش بكهرابة أو بشريف تحديدا غير في المبارتين ثلاثة اللي فاتوا خلي بالك احنا دائما بنفتقد للمهاجم أو دور المهاجم مش عايزة أقول الاسم أو اسم المهاجم اللي موجودة لكن بنفتقد لدور المهاجم اللي قام بيه كهرابة وقام بيه شريف في المبارتين ثلاثة اللي فاتوا ونسبة كهربة وإن صح يعني إن صحت المعلوم إن في حد تقدم بشكوى أنا بقول لحضراتكم وده عن يقينه يعني عن يقينه عن قناعة تم إنه ما فيش حد في مصر يقدر أو يجرؤ إنه يوقف كهربة يعني من الآخر كده من الآخر كده ما فيش حد في مصر يقدر أو يجرؤ إنه يوقف كهربة لحين بقى لما نوصل ليوم 2 فبراير ونشوف لجنة اللي انضبطها تقول إيه اكتباحها طبعا والمستجدات فيما يتعلق بملف كهربة طيب مارسل كولر في أوقات كتير جدا كان مقنع في أوقات كتير جدا كان عادي كنا بننتقد لما كان بيبدأ فيه سلبيات كنا بننتقد يعني لكن الحقيقة إنه يمكن يكون من بداية نشوره مع الأهلي لغاية النهاردة أصعب امتحان لمارسل كولر فرقته بتواجه غيابات كتيرة جدا فريق بدأ بيه الموسم تقريبا كله أو كله بساسناء الشناوي يعني كله عناصره وقاليو ديانج مش موجودة عنده مباراة قمة قبل كاس عالم وفيه فترة من فترات قريبة جدا كان فيه بعض المطباط اللي أغلبها طبعا وكلها كالتعادلات محمد الله نغسر شوالا مباراة لغاية النهاردة لكن شايفت كيف مارسل كولر؟ وقال إحنا نقدر نقول إنه مطش الزمالك ده كان تثبيت قناعات وتأكيد على إنه كولر هو الرجل المناسب فيه أو تقدر تقول مشروع المناسب للأهلي في السنوات القادمة؟ بداية من مباراة بيرامدز وأنا كنت معك هنا وتكلمنا إنه الشكل شكل الأداء والتنظيم الدفاعي والهجومي للنيد الأهلي في مباراة بيرامدز وسموحة وأنت تكلمت معي وتنيجت معي في إنه سموحة كان الأداء الهجومي أفضل والانتشار أفضل وأنا قلت لك إنه بداية من مباراة بيرامدز لأ أنا شايف إنه طريقة اللعب وشكل الأداء وقناعات مستر كولر باللعبين وتوظيفهم داخل الملعب فرقت بشكل كبير جدا مباراة الزمالك الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة الفنية في مباراة الزمالك قد إيه تبين لك إنه مستر كولر لا بيشتغل بشكل كبير جدا جدا مش بس على لعبته وعلى إمكانياتهم لا بيشتغل كمان على المنافس وبشكل كبير جدا يعني نادي الزمالك أعتقد إنه طبعا نادي كبير وعنده سكواد هايل ومجمعهم لعبين مميزة إنك تقدر تعطل كل إمكانيات لعب نادي الزمالك وتقدر توقف كل الخطوط الهجومية وتقدر تلعب كمان على المشاكل الدفاعية اللي موجودة عندهم وتستفيد من الأخطاء اللي موجودة عندهم أخطر ما في فريق نادي الزمالك كرة السابتة أعتقد إنه كان 13-14 كورنر كانوا موجودين في المباراة نادي الزمالك ما استفدش بولا كورنر منهم أو كرة سابتة منهم إنك تقدر تعطل ده وتشتغل كمان على الأخطاء الدفاعية اللي موجودة في خط دفاع نادي الزمالك بهذا الشكل وإنك تعطل كل الخطوط أو الخط الهجومي لنادي الزمالك بالكسافة اللي عملها في الأطراف والعمق كمان خاصة التزديد اللي كان موجود من اللعيب خط وصلات زمالك لا شغل وأداء يبين أدي إيه إن مستر كورنر بيشتغل بشكل كبير جدا فنيا بيشتغل على المنافس وبيشتغل على إمكانيات لعبته وتوظفهم بشكل كبير ثقة في لعبته وعايز أقول لك أدي إيه أنا حسيت إنه الشغل النفسي كمان مع اللعبين فرق كتير جدا جدا مع اللعبين وعلاقتهم بمستر كورنر الفترة اللي فاتت هدوءه اللي كنا بنتكلم عنه أنه في بعض الأحيان شوية مستفز لنا أحيانا لو في نتاج سيئة أو أداء سيئة ولكن هدوءه فرق كتير جدا جدا في تعاملاته في الثلاث مبارات اللي فاتوا وأعتقد أنه مستر كورنر يستحق أنه يبقى لفترات طويلة معنا دي الأحيان إن شاء الله يكون مشروعه ناجح ومشروعه ممتد مع الأهل أتمنى بس يا أحمد وأنا كنت لسه بتكلم في النقطة دي إنه يعني نهتم شوية إنه يكون عندنا صعود لبعض الشباب وهي عناصر أتمنى طبعا طبعا يعني فيه أسماء كتير عم حمد أشرف فيه أعتقد يعني فيه ثلاثة أربع أسماء يعني أشتحكوا الرجدين طبعا طبعا من الأسماء الجيدة كريم دي بيس طبعا يعني فيه أسماء مرشحة من فترة طويلة إنهم يتواجدوا إنهم يشاركوا عندنا فرصة في بعض المناسبات وبعض البطولات إننا نشرك بعض اللاعبين دول عايزين نشوف القطاع ده بيطلع علينا بعض الأسماء إن شاء الله لتبقى متواجدة في الندى طيب الروح معاك لماتش بكرة ماتش البنك الأهلي لحسابات معقدة شوي منها موقف البنك الأهلي نفسه ومنها إنه آخر محطة للفريق قبل بطولة كاس العالم اللي عندنا إن شاء الله فرصة كبيرة فيها يعني أتمنى إن شاء الله ها عندي لنا فرصة كبيرة جداً جداً في كاس العالم بس من يعاف مع ماتش بكرة شايف الطريقة الأمثل لاستغلال آخر تجربة رسمية قبل ماتش أوكليند سيتي إزاي؟ تراهن على مجموعة اللاعبة اللاعبت بيها ماتش الزمالك ولا ترجع اللي ممكن يكونوا جاهزين أو تدخل اللي كانوا بعاد ومحتاج تجهزهم أو تدخل صفقات جديدة محتاج يزيد انسجامها ليها حزبة برضو يا كابتن أشوف فإزاي تستغل الفرصة دي في مباراة البنك الأهلي بك يعني أعتقد إن مباراة ودي تصرحات مهمة جداً جداً يعني لازم الناس تاخد بالها منها ولازم تشوف قد إيه نادي الأهلي بيشتغل باحترافية شديدة جداً يعني التصريحات اللي طلعت أو ظهرت بعد مباراة الزمالك خليني أقولك الأطاة اللي شايفينها دي من تمرينة النهاردة تمرينة الأخيرة النادي الأهلي ظهر فيها بيرسيتاو ظهر فيها عمر السولية طاهر طبعاً الحمد لله طبعاً عريف مطش الزمالك ظهر فيها برونو سافيو كريستو طبعاً المنضم حديثاً يعني فيها أسماء من الناس المصابة رجعت الحمد لله هل تدخل حد زي كريستو مع مروان عطية مع تأكيد وجود خلد عبد الفتاح في الملعب سواء كباك يمين وتريحاني أو تلعيبه برضو مساك لأنه طبعاً عبد المنعم يتمرن النهاردة بس أنا أفضاني دي وجهة نظر يعني مجاسفة أن أنا وأنا معاك في ده طبعاً وخصصاً في ظل تقلق ربيعة وعودة متولي فبالتالي يعني وجهة نظر الأفضل أنه يستنى شيئاً معلول أكيد برس كواد الأهلي بكرة يعني برضو في حيرة شوية تبقى في طريقة لعبة أو في تشكلة الأهلي بكرة في مواجهة البنك طيب هرجع معاك للتصرحات البعد الزمالك إنه خلاص مباراة وانتهت وقفلنا الصفحة دي بنستعد مباراة البنك الأهلي يعني التصرحات دي تباين الدين أنت بتشتغل في النادي الأهلي بهذا الشكل بالشكل الاحترافي ده بتبص دايماً لكل مباراة على حدة وده اللي بيدي استمرارية في النجاح للنادي الأهلي طبعاً الحمد لله عودة المصابين يعني السلية وقد إيه كلنا وكل ناس كانت متخوفة من بتعاد السلية في مباراة الزمالك ولكن الحقيقة الحمد لله الرجال اللي كانوا موجودين قدوا بشكل رائع جداً قصة حمد فتح وديانج قدوا بشكل رائع جداً جداً السلية طبعاً لا غنى عنه ولكن يعني أعتقد أنه عودة بعض اللعبين يعني عبد منعم أنا شايف يعني يستنى شوية مع العبش المباراة بتاعت بكرة خاصة أنه مباراة رغم أن البنك الأهلي بعيد جداً جداً يعني تقريباً تقريباً في الترتيب الـ 15 أو الـ 16 عنده 12 نقطة بعيد جداً جداً ولكن مفاس كمان من مبارايتين من شهر من بداية شهر نوفمبر اللي فات في 3 شهور مفاس صغير مبارايتين تعادلات وخسارة يعني دخل مرماء أعتقد 15 أو 16 هدف ما أحرص 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 15 أو 19 هدف دخل مرماء وبالتالي أنت بتتكلم في فريق يعني بعيد جداً جداً عن مستوياته في السنوات اللي فاتت عندهم مشاكل كبيرة جداً سواء في تغيير المدربين أو اللعبين ولكن مع ذلك يمتلك مجموعة جيدة من اللعبين ولما يبقى عندك مجموعة من اللعبين جيدة إمكانياتهم جيدة دايماً في مبارات النادي الأهلي بيحاول يظهروا بشكل كبير جداً نفسهم وده اللي بتبقى فيها مشكلة شوية للنادي الأهلي هدفين البنك الأهلي كابتن أشرف لغاية دلوقتي كريم بامبو أعتقد وهلال كريم بامبو أربع أهداف وهلال أربع أهداف وسيسي أعتقد عندهم لعيبة مميزة برضو عندهم نصر مانسي وقعود ودوارة طبعاً موسى دوارة كمان من اللعبين الجيدين جداً وبالتالي لا في مجموعة لعبين جيدين وقدام الأهلي انت عارف برضو تشرت الأهلي مستفزة هي دي النقطة تقوله بيتعلق وبيتعمل بيحاول طبعاً يبزل أقصى مجودة عنده ولكن البنك الأهلي عندهم مشاكل كتير جداً فإن هي في فكرة التنظيم الدفاعي العشوائي اللي بيتم من خلال البنك الأهلي وده اللي بيدي مساحات كبيرة جداً جداً في خط ظهر البنك الأهلي وفي وسط الملعب وده هتدي فرصة كبيرة جداً لنزل الأهلي إن شاء الله انه يقدر هم غيروا الجهاز الفني من بداية الموسم لغاية دلوقتي تلات مرات تلات مرات كان موجود خبتان كابتان خالق جلال وبعدين كابتان حلمي طولان بالزبط كده والجهاز الفني الحالي اللي موجود مع البنك الأهلي أمير عبد العزيز وبالتالي فيه مشاكل كتير عند البنك الأهلي يعني يعني أعتقد أن ده احتصور لقدامنا كابتان أشرف معدل تسجيل الأهداف بالنسبة لبنك الأهلي فيه الدائق واضح أن هم بيانشطوا جداً في نهاية كل شهر يعني في مدية الـ 31 إلى 40 ده أعلى معدل بالنسبة لهم في تسجيل أهداف 27% و20% في نهاية الشهر التاني وده معدل استقبال استقبالهم للأهداف ومن الواضح طبعاً أنه خطفة البداية هي يمكن في الشهط الأولاني ثم الشهط التاني واضح أنه المعدل البدني بتأثر بشكل كبير جداً ومن أكتر الفرق اللي استقبلت أهداف يعني 19 هدف أعتقد هم وطلع الجيش والإسماعيلي هم أكتر ثلاث فرق استقبلوا أهداف وده يبين لك قدين مشاكل التنظيمية في الناحة الدفاعية سواء في وسط الملعب أو خط الدفاعي يعانوا دفاعياً ولكنهم خطيرين هجومياً في الصدارة كريم بامبو ومحمد هلال أربعة هدف كل واحد وبعد كده رزق سيسيف هدفين وناصر منسي كلهم الحقيقة فرودة مميزين جداً هلال ومنسي وكريم بامبو التلاتة الحياة مميزين جداً مهارياً يعني عندهم النحية المهارية في النومبا بيمروا بالكرة والسرعة وده الخطورة اللي عندهم عشان كده يعني أحرزوا 15 هدف وده نسبة مش قليلة والحقيقة كمان زي ما بنتكلم على خطورتهم هجومياً لازم نقول أنه مهاجمينهم مش بس لو نرجع للسلايد اللي قبل ده مش بس كمان بيسجلوا لكنهم كمان بيشاركوا في صناعة الأهداف يعني كريم بامبو رزق سيسي ناصر منسي تلاتة من الهدفين وتلاتة من صناعة الأهداف وطبعاً الباك الشمال بتاعهم عاصم صلاح الأكتر صناعة هدفين حتى موسى ديورة كمان عنده سرعة كبيرة جداً الخط الهجومي عندهم يعني مقلق شوية أو مقلق شوية ولكن على الناحية الدفاعية الحياة فيها مشاكل كتيرة جداً في وسط الملعة فيها مشاكل كتيرة جداً جداً دفاعية من حيث التماركز ومن حيث التنظيم والمساحات كبيرة جداً في خط دهر ما بين خط وسط البنك الأهلي وما بين خط دفاعهم على الرغم من عناصر اللي عندهم يعني أبو جبل فحرص المرمى أحمد يسين أسماء أسماء كويسة وعندها خبرات وفي منهم دوليين كتير حقيقة صحيح ده أنا بقولك عليه أن عملية التنظيم داخل الملعب يكون عندك إمكانيات كبيرة جداً للعب تأكل لكن عملية التنظيم داخل الملعب ودي اللي بنتميز بها ميستر كورر لو اتكلمت أنا وانت في ده أنه في عمليات تنظيمية داخل الملعب سواء في النحية الهجومية والنحية الدفاعية فيه إمكانيات كبيرة جداً لبعض اللاعبين ولكن ما بتقديش الدور بتاعها بشكل جيد أو بشكل كافي وبالتالي بيظهر لك النقاط الضعف عند المنافس على الجانب الآخر النادي الأهلي لا فيه مميزات كبيرة جداً فيه اختراقات طب أنا قبل منقل على الأهلي طبعاً يعني هستكمل كل الأرقام والأحصائيات المرتبطة بالبنك الأهلي ده معدل تصويباتهم في كل مباراة يقتربوا تقريباً من عشر تصويبات على المرمى بيبقى نصهم تقريباً بين الثلاث خشبات ونصهم خارج الثلاث خشبات ممكن طبعاً يتأثر وتوقع يعني أو رؤيتك أنت حتى شكل أداءهم هل تتوقع أنه بكرة البنك الأهلي ممكن يلعب جيم مفتوح قدام النادي الأهلي ممكن يبقى طمعان في النادي الأهلي ولا تتوقع السيناريو اللي احنا متعودين عليه فكرة غلق المساحات وتأفيل زون لا أنا أعتقد البنك الأهلي مش دي طريقته يعني لو تكلمنا عن فرق كتير في الدوري المصري هقولك أن من أفضل الطرق اللي بيعاب بها والنادي الأهلي إنه بيغلق المساحات لا البنك الأهلي في كل مبارياته تحديق مش بس أمام النادي الأهلي بيلعب بطريقة لأنه عنده لعبين عندهم إمكانيات هجومية كبيرة جداً فممكن يعني ده يطمع شوية المدير الفني أو المدير الفني اللي بيتولى المسئولية يعني إنه يكون عنده مش تكتل بشكل كبير لكن ممكن زون شوية من وسط الملعب بيعتمد أكتر على السرعات وعلى إمكانيات لعبته في الخط الهجومي وبالتالي سيكون فيه مساحات شوف دايماً البنك الأهلي فيه أربع خمس لأربع لعبين على الأقل في الناحية الهجومية ما بيردوش ما بيرجعوش ودي بتعمل أزمة دفاعية كبيرة جداً جداً وبتدي مساحات للفري المنافس بشكل كبير ده هيدينا فرصة كبيرة جداً للنادي الأهلي بكرة خاصة إنه دي ميزة عندنا النهاردة في النادي الأهلي ودي ميزة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده أعتقد إن مصر كوريا يشتغل عليها بشكل كبير جداً وهي الزيادات من وسط الملعب دي ميزة يعني خطيرة جداً جداً والحمد لله نجحت بشكل كبير جداً وكنا كلنا بنطالب بيها إنه كل وسط الملعب يعني عندنا الإمكانيات يعني السلاء عنده إمكانيات في التصويب والمرور ديانج عنده إمكانيات رحيبة حمدي عنده إمكانيات حمدي أثبت المباراة اللي فاتت ومن أفضل الناس اللي بتعمل ده وبالتالي لا زيادات وما بقاش مراقب كمان بشكل كبير مع الجنحين اللي موجودين عندنا نقاط الضعف اللي بقولك عليها في المنك الأهلي نقاط ميزة أو مميزات عندنا في النادي الأهلي وبالتالي إن شاء الله هتبقى مباراة إن شاء الله أنا أعتقد إنها هتبقى إن شاء الله سهلة بالنسبة لنا ولكن طبعاً مع التركيز الكبير جداً للعب النادي الأهلي والشغل بنفس الشكل والطريقة اللي لعبنا بها في المبارات تشكيلة الأهلي قبل ما أروح معك للدوري وأسمع منك رأيك كده هنكلم ونسخن وأكيد هتشرفنا في حلقة قبل كاس العالم إن شاء الله هنستعدوا ونسخن كلنا طبعاً عشان نماطش أوكلين سيتي بس خلينا نشوف تلجأ لتشكيلة اللي لعبت بها ماطش الزمالك ولا تدخل اللعيبة اللي كانت يعني نفسي يندخل بعض اللعبين يعني خلد عفتاح إذا يكمل يبتدي عايز مرون عطية يبتدي باكي مين يعني في مكانه بقى يعني ممكن هيني خلاص هيني انطمنت عليه بشكل كبير وأداءه بقى مميز جدا وراع جدا وسيبت الحمد لله من فترة طويلة يعني خلد عفتاح أشوفه في المكان ده مرون عطية طبعاً لما نزل حتى في مبارتين طيب حتى لك تشكيل يعني الشناوي طبعاً متولي أكيد عالي لطفي مخدش ماطس بكرة والله ممكن ليه لأ يعني على اللطفي خلي بايلك على اللطفي وبرده أنا اتكلمت في ده أنا وانت كتير على اللطفي لما بيتواجد الحمد لله بيبقى مميز جدا الحمد لله فليه لأ مفواقات كتير جدا لما بيتواجد بيبقى نجمل وده مش معناه أبداً المباراة سهلة بالعكس ده أنا بقولك ان المباريات دي من أخطر المباريات اللي ممكن تقابلها طب فرقة مجروحة فرقة بتنزل عندهم إمكانات كبيرة وبالتالي لا من المباراة الرزلة أو الصعبة يعني ممكن علي لطفي يعني خليني معيك علي لطفي طبعا رمي ربيعة طبعا لأن رمي محتاج لسه مباراة أعتقد ان شاء الله متولي حيو متواجد محمد أشرف مكان عالي معلول ان شاء الله يعني ياخد ان شاء الله يبقى يؤدي بشكل جيد خالد عفتاح في وسط الملعب خلينا ديانج وفتحي زي ما احنا السلاية ممكن يبقى متواجد يعني مش عايزوا يبتدي بشكل كبير ولكن ممكن ياخد جزء من المباراة طبعا اكريستو طبعا تبدأ بكريستو عايز يبتدي وانا عايز يبتدي اه يعني المباراة وجميل أهل نفسها مباراة مفتوحة انا عايز اقول لك انها مش من المباراة وانا بأكد لكم مش من المباراة اللي فيها تقفيل بشكل كبير وتديق مساحات هتبقى فيهم مباراة مفتوحة جدا عايز كريستو يبتدي طاهر يبتدي طاهر عايز طاهر يعني المانع انك تجاهز الناس اللي كانت بعيدة يعني عايز تاخدها فرصة لتجهيز اللعيبة وهم مش بعيد يعني احنا اكتشفنا النهاردة ان اللاعبين بيقدوا في التمرين زي المباراة صحيح مش بنفس الخوة والتركيز ولكن حالة كهرباء النهاردة وحالة محمد شريف النهاردة لما يتواجدوا في مباراة رسمية ويقدوا بهذا الشكل مبارات قوية لمعنى انك بتشتغل في التمرين بشكل مميز عايزة بص معاك على جدول الترتيب طبعا نشوف كده جدول الترتيب طبعا احنا عارفين الاهلي في صدارة الجدول لكن عايزة أقف مع كابتن أشرف في ملاحظتين أولا شكل المنافسة توقعوا شكل المنافسة من خلال قرية الجدول الترتيب وعايزة أكلمه كمان على موقع الأندية الجماهرية وعدد الأندية الجماهرية اللي بقت بتلعب في دوري المصري شايف إزاي شكل المنافسة كابتن أشرف في نسخة الدوري الصنادي أنا أتمنى أن المنافسة يعني تبقى لنهاية الدوري لأنه ده معناه أنه نادي العالي هيفضل أو هيفقى في تركيزه والعائدنا هتفضل في تركيزها الدائم بالشكل جيد مش عايز أننا ننفرد بال أنا أتمنى طبعا يعني خلاص نحن كلنا إن شاء الله إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أننا ننفرد بالصدارة أو نبتعد بالعدد النقاط عن أخرى بالمنافسين احنا الموسم ما ابتداش احنا اللي جاي صعب جدا وكتير هتلعب بطولة عالم هتلعب دوري أبطال إن شاء الله بإذن الله شهر اللي جاي هتلعب حوالي 6-7 مبارات أقولك وبعد كده هترجع على ضغطة مطشوات عشان السيناريو اللي بيحصل كل سنة هيكرر تاني وهنتكلم على إجهاد وهنتكلم على إصابات وهنتكلم على الغيبات الموسم في بدايته صحيح بس بأكد على المعلومة دي ولكن أنا برضو عايز بطولة الدوري يعني الناس يعني طبعا إحنا ابتعدنا بأربع نقاط عن فيوتشر وده بيدينا برضو زاهرة فيوتشر وبيرامدس تتعقعا هتستمر نهاية الموسم أعتقد لا يعني أعتقد أنهم دائما بيبتدوا بهذا الشكل رغم أننا لازم نشيد أو لابد أننا نشيد بتجربة فيوتشر تحديدا بيرامدس يمكن بقالهم فترة ثلاث سنين تقريبا أو ثلاث مواسم ما حققوش المعادلة الصعبة اللي بنتكلم عنها في المنافسة على البطولة بشكل كبير رغم كل الإمكانيات المتاحة لهم ولكن فيوتشر يعني الحياة سكواد رائع علي ماهر بيؤدي بشكل مميز جدا الفرق دي ما بيبقاش عندها الطموح الكبير في المنافسة لآخر أو معنومش النفس الطويل لآخر المشوار طبعا خلينا بس نقول أنه دي ده جدول الدوري لغاية بداية الجولة الخمستاشر يعني انبارح الجولة ابتدت بفوز المقاولين فالمقاولين تقدم مركز بقى هو في المركز الرابع بس كان لعب مباراة زيادة عن نادي الزمالك للتراجع بالفعل المركز الخامس في انتظار بقى مواجهته بعد تكون بالتأكيد مواجهة صعبة مع غز المحل خايف السرعة تحت ازاي يعني أنا شايف أن فو طبعا في تشور بيرمش ام بي كسب النهاردة ام بي كسب النهاردة في فرق كتيرة الحقيقة بعيدة جدا على مستوها يعني بتكلم عن ام بي الاسماعيلي البنك الاهلي حتى البنك الاهلي كان في المسلمين ثلاثة اللي فاته كان مميز جدا يعني طلاعي الجيش برضو ابتعد شوية معين طلاعي الجيش من الفرق الجيدة سموحة برضو من الفرق الجيدة اللي ابتعدت المصر في حصان الاسود هكذا أشرف حصان الاسود أنا شايفه غزل المحلة واسوان غزل المحلة واسوان غزل المحلة برضو ابتدوا الموسم بشكل مميز جدا واسوان ماشيين بشكل مميز جدا جدا فيوتشر أنا أعتبره حصان اسود لأن فيوتشر يعني فريق جديد على الدوري ويؤدي بهذا الشكل وبهذا الأداء وهذه النتائج يعني في التصنيف الثاني في الدوري لا أعتقد أن حسن قيسد بشكل كبير جدا جدا وأتمنى أن تفضل منافسة لكن إن شاء الله إن شاء الله ننفرد بالصدارة وبالبطولة بإذن الله سؤالي الأخير وهي سمع منك عنوين لأنني أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج حلقة الوحدة حلقات هل شايف شكل وحجم المشاركة الأندية الجمهيرية في بطولة الدولي في النصف بتعاني بشكل كبير جدا يعني أنت قلت تقريبا ستة أو سبعة أندية سبعة من طمانتاشر سبعة من طمانتاشر أهلي وزمالك والباقي أنديت اتحاد مصري أصمام شركات أو هيئات الأمور راحة في طريق سيء للأسف النواحي المالية والمادية والإمكانيات هي اللي بتتحكم وتسيطر على المشهد أتمنى طبعا أن يكون فيه دعم ما عرفش إزاي بقى من وزارة شباب الرياضة من الاسبونسورز اللي موجودين للأنديية الجمهيرية لأن أنت فعلا كرة القدم بدون جمهور ما لايش أي طعم الكلام ده مسؤولية حقيقة لا رعاية ولا رجال أعمال الكلام ده مسؤولية اتحاد الكرة وربطة الأمدية طبعا لازم يكون في دور اللي عليها أنها تعيد صياغة خريطة كرة القدم المصرية سواء من حيث التوزيع الجغرافية أو من الناحية الجمهرية لأنه إحنا بكده بنقضي بالتدريج على الدوري المصري على كرة قدم هتوعيدني إن شاء الله نكون لنا حلقة نكلم فيها على مشهور أهلي بس نعدي مطش بكرة إن شاء الله نعدي مطش بكرة إن شاء الله لدينا حلقة بإذن الله لأن إن شاء الله عندنا أمال وطموحات كبيرة جداً جداً في فرقاتنا وفي لعابتنا إن شاء الله في تلك الساعة نعم ديان كالعاب ده نور شكرك جداً شكرك جداً شكرك جداً نسعد بيك دائماً في السادسة ونسعد بحضراتكم استمتعوا إفرحوا بصوا إن شاء الله بإذن الله على اللي جاي ودايماً مع الأهلي إن شاء الله اللي جاي كون أحلى بشكركم مع المتابعة ونتقبل في حلقة جديدة من السادسة تحياتي لك